اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن ازاي تتعامل مع العيان اللي جاي لك فيه تشنجات سواء هو جاي من بره فيه تشنجات او كان معاك في الاستقبال لأي سبب تاني وبدأ يتشنج تتصرف معاه ازاي في البداية لازم تعرف شوية معلومات كده عن التشنجات او السيجرز اللي هي ببساطة خلل او اثارة غير طبيعية بتحصل في جزء من المخ او اجزاء من المخ وده بينتج عنها مشاكل سواء عضلية زي العضلات العيان يتشنج وعضلاته تتشنج او بمشاكل حسية العيان يحصل له مشكلة بس في العين او في السمع او حتى سلوكية يعني سلوك العيان نفسه يتغير فالتشنجات انواع كتيرة مش بس التونيك كولونيك اللي انت تعرفها ان العيان يغمى عليه ويقعد يتشنج بأيديه ورجليه لا فيه انواع تانية هنتكلم عنها بعد شوية اسباب التشنجات التشنجات مش بس صرع مش معنى ان العيان بيتشنج يبقى عنده ابليبسي او صرع التشنجات لها اسباب كتيرة لازم تبقى في دماغك وتدور عليها يعني مثلا الفيفر او ارتفاع درجة الحرارة ممكن تعمل تشنجات خصوصا في الاطفال او كبار السن سي ان اس انفكشن يعني واحد عنده مثلا التهاب سحائي من انجايتس او انكيفالايتس او عنده برين ابسيز خراك في المخ واحد عنده مالاريا ممكن تعمل تشنجات الهايبو والهايبرجليساميا ممكن تعمل تشنجات واحد سكره منخفض يبقى العيان جايلك بيتشنج وانت مش عارف ايه الموضوع والسكر بتاعه واطي لو استله السكر ولقيته واطي وديته جلوكوز الموضوع تحله والتشنجات راحت كمان الهايبرجليساميا والديك ايه احيانا تيجيب تشنجات الالكول ويستدروال يعني العيان بيشرب كحليات كتير ووقفها ممكن تعمله تشنجات الالكترولايت امبالنس زي السوديوم سواء مرتفع او منخفض البوتاسيوم لو مرتفع الكالسيوم لو مرتفع وهكذا كمان الهيباتيك انكيفالوباثي ممكن تعمل تشنجات او الغيبوبة الكابدية الهايبوكزيا نقص الاكسجين في الدم عيان مثلا مثلا عنده كورونا بما اننا في موسم الكورونا وعنده تليف الرئة ومفيش اكسجين بيوصل كويس للمخ فبيحصل له تشنجات عيان تاني عنده برين تيومر او ورم في المخ عيان عنده ستروك جلطة او نزيف في المخ بس الاكتر النزيف في المخ ممكن يعمل تشنجات بعض الادوية الجروعات الكبيرة منها واحيانا الجروعات العلاجية ممكن تعمل تشنجات زي مثلا الايزونايزايد وزي الثايوفيلين الثايوفيلين ده موسع شعب المرضى اللي عندهم انسداد رئوي مزمن او حساسية صدر ممكن يغضوه العيانة اللي عندها تسمم حمل ومتعلجتش اللي عندها اكلامسيا في السيفير ستيج ممكن يعمل تشنجات واخيرا الابلبسي او الصرع بيعمل تشنجات شفت الاسباب قديه لازم دايما ما يبقاش مخك مركز على السرع بس العيان اللي عنده سرع او ابلبسي غالبا بيبقى عارف تشخيصه واللي حواليه عارفين تشخيصه اما لو عيان جايلك اول مرة يتشنج او معاه علامات تانية تقول ان فيه سبب تاني غير الابلبسي يبقى لازم تدور كويس زي ما قلتلك ان التشنجات في منها انواع كتير في منها جنراليزد يعني بياخد الجسم كله وغالبا بيبقى العيان فيه غير واعي بيبقى فيه loss of consciousness او فوكل يعني بياخد جزء بسيط من الجسم الجنراليزد منه انواع هو كمان الاشهر للناس كلها تعرفه اللي هو tonic colonic seizures دي العيان فيها بيكون فاقد للوعي ممكن يحصل قبلها ايورا الايورا دي مرحلة قبل التشنجات العيان بيحس بيها غالب ما بيبقى عارفها لو هو عنده سرع وبيتكرر مع الموضوع ده ممكن يسمع اصوات غريبة في ودنه في المرحلة دي ممكن يشوف هالات من الضوء في عينيه ممكن يحس بصداع ممكن يحس بأي اعراض تانية هو بيبقى عارفها بتحصل في ثواني او دقيق بسيطة قبل الاتاك قبل السيجر ما يحصل في الغالب السيجرز دي بتستمر من دقيقة لثلاث دقايق فقط في معظم الاحوال لو زادت عن خمس دقايق بقى اسمها status epilepticus وبتحتاج تدخل زي ما هنقول بعد شوية اما لو اقل من خمس دقايق في الغالب ما بتحتاجش تدخل العيان في النوع ده من السيجرز بيبدأ تونيك يعني الماصل بتاعته بيبقى فيها ستيفنس العيان بيبقى مخشب في اول تقريبا تلاتين ثانية يبقى مخشب بعد كده يخشت مرحلة الكولونيك ستيج اللي هي يحصل في العضلات سبازم وبعدين يفك يعني العيان ينقبض وبعدين يفك رجليه وقدي تنقبض وجسمه ينقبض وبعدين يفك ويبدأ يتكرر الموضوع ده اللي هو الكولونيك ستيج زي ما قلتلك في خلال ثلاث دقايق بيكون الموضوع انتهى في معظم الاح وبعد كده العيان بيدخل في حاجة اسمها دي مرحلة بعد التشنجات العيان فيها بيبقى مدروخ ممكن تعبان جدا ممكن عنده اصدع شديد دراوسي سليبي مفيش مشكلة خالص بتستمر من دقايق لساعات احيانا تقعد ايام قليلة بعد كده العيان بيرجع لطبيعته تماما ده طبعا ازا كان السبب حاجة زي الابلبسي او السرع مش بنتكلم على مشكلة تانية هي اللي مسببها التشنجات اثناء السيجرز دي ممكن العيان يتبول على نفسه او يتبرز على نفسه ممكن يعضل سانه فيطلع شوية دم او رغاوي من بقه فيها دم ده طبيعي انه يحصل معه النوع ده من السيجرز كمان ممكن يحصل معه شوية سيانوزز او العيان يزرق شوية وممكن درجة حرارته ترتفع مؤقتا بسبب الشد اللي بيحصل في عضلاته يرفع درجة الحرارة شوية ده كان النوع الاشهر اللي الناس كلها تعرفه اللي هو التونيك كولونيك سيجرز ده نوع من انواع الجنرالايز اللي احنا قلنا عليه فيه نوع كمان اسمه ابسنس وده بيجي اكتر في الاطفال الطفل يبقى يعد في امان الله فجأة تلاقيه برق او مثلا عينيه بدأت ترتعش او سرح او نام لمدة ثواني تقريبا بتكون عشر ثواني ما بيبقاش قبلها ايورا مفيش بعدها بوست اكتل استيت يعني الطفل بس يسرح العشر ثواني دول او عينيه تبرق العشر ثواني دول وبعد كده يرجع لطبيعته تماما وفيه نوع اسمه اتونيك او دروب اتاك ده كل اللي بيحصل فيه ان العيان بيفقد سيطرة على عصابه وعضلاته ويفقد الوعي فجأة وبعد كده بيفوق وبيرجع لطبيعته في ثواني برضه بدون اي مشاكل تانية لكن الخطر في النوع ده انه ممكن يحصل هيتروما العيان يقع يتخبط في راسه دول كده كانوا من انواع الجنراليزد سيجرز اما الفوكل معناها ان جزء واحد من جسم الانسان هو اللي يحصل فيه فتس يعني ايده بس اللي يحصل فيها تشنجات او رجله بس فيه نوع بيبقى العيان فيه واعي بنسميه فوكل انست اوير وفيه نوع تاني العيان ممكن يبقى فيه اضطراب في الوعي معاه بنسميه فوكل امبيرد اويرنس لكن زي ما قلتلك الانواع دي كلها ما تهمكش هي تهم اكتر طبيب المخ والاعصاب انت يهمك اكتر النوع الخطر على العيان اللي هو تونيك كولونيك سيجرز اللي هنتكلم عنه ازاي تتعامل معاه في الطوارئ وطبعا النوع ده من التشنجات لمضاعفات ممكن يعمل هيبوكزيا اكسجين يقل في الجسم ممكن يقلل الجلوكوز والاكسجين اللي رايح للمخ ممكن يعمل كاردياك ارزميا او توقف عضلة القلب كمان ممكن يعمل رابدوميالسز وممكن يحصل بلمونوري اديمة وممكن يحصل دي اي سي وممكن لو متعالجش والموضوع طول العيان يموت ازاي بقى تتعامل مع العيان اللي عنده تشنجات في الطوارئ هنقول الاول ازاي بيتعاملوا معاه بره المستشفى لو عيان معروف ان عنده ابليبسي وحصل له اتاك المفروض ان الشخص اللي موجود معاه يكون هادي ويكون عارف حالته بينيمه على الارض بيشيل اي حاجة حوالين رقابته عشان ما يتخنقش بيها او لو لابس ندارة او حاجة وبيحسب الوقت فورا يشوف الموضوع ده بدأ امتى عشان لو استمر اكتر من خمس دقايق في الوقت ده يوديه المستشفى لكن في الغالب الموضوع بيبقى اقل من خمس دقايق والعيان بيفك ويرجع لوحده وقت الاتاج دي او وقت التشنجات دي ما بنحاولش نمسك العيان ونكتفه مثلا عشان ما يتشنجش ما بنحاولش نعمل معاه حاجة خالص غير اننا بنرقبه بهدوء بعد التشنجات ما بتنتهي بننيمه على جنبه ونحط حاجة طريقة تحت راسه ونبدأ نتكلم معاه بالراحة عشان نشوف الوعي بتاعه وخلي بالك انا بتكلم عن عيان معروف ان عنده صرع اما لو مش معروف دي اول مرة تجيله يبقى لازم يروح للمستشفى فورا كمان الموضوع لو طول عن خمس دقايق برضو بيروح للمستشفى انت في المستشفى بقى تتعامل ازاي مع العيان اللي جاي لك فيه تشنجات فانت اول حاجة بتعملها هي الـ ABC الـ Airway اتاكد ان العيان بيتنفس اي نعم هيبقى قافل بقه ممكن ممكن يعضل لسانه لكن بيتنفس من الانف كويس والنفس بتاعه مستقر ممكن يحصل له temporary apnea يعني النفس يقف لسواني بسيطة وبعدين يرجع دي ما فيهاش مشكلة والفيتال ساينز كلها في الوقت ده بتبقى مضطربة شوية لكن انت عليك ان انت هتحسب الوقت تشوف بدأ امتى بالزبط هترقبه تشوف الـ Airway بتاعه مفتوح ولا لأ لان الـ Airway لو مسدود دي emergency لازم يتركب له تيوب او Airway اما لو بيتنفس من الانف فخلاص نسيبه وما نحاولش نفتح بقه بالعافية وتحاول انه ما يقزيش نفسه لو هو نايم على سرير فانت ترفع جوانب السرير عشان ما يقعش لو فيه حاجة حوالين رقابته او لابس ندارات او حاجة نشيلها بنركب له IV ودي حاجة مهمة جدا لازم نركب له كانيولا او اتنين لو نقدر نحط له اكسجين ونقس له البلد جلوكوز لان دي حاجة سريعة ممكن تكون هي السبب وتتعالج بسرعة ولازم تتلحق فلازم نقس له البلد جلوكوز وزي ما اقول لها بالرقب العيان لو العيان فك في خلال خمس دقايق فخلاص ندور كان ايه السبب هل العيان عنده سرع وما بياخدش العلاج بتاعه مثلا ولا جرعات العلاج غير كافية ولا ايه بالزبط نشوف الموضوع ده ويتابع مع طبيب المخ والاعصاب بتاعه اما لو كان ما عنده اصلا ودي اول مرة يتشنج فلازم نعمل الفحوصات اللي هنقول عنها في اخر الفيديو عشان نحاول نعرف ايه السبب في التشنجات دي طيب العيان عدى خمس دقايق ومازال بيتشنج في الحالة دي لازم نتدخل بادوية مضادة للتشنجات وركز معايا بقى في الموضوع ده في حاجة اسمها فيرست لاين ساكند لاين ثيرد لاين فيرست لاين دراجز اللي هما البنزو ديازيبينز زي الديازيبام واللورازيبام يعني العيان لو عدى خمس دقايق ولسه بيتشنج فانت هتديله لورازيبام لو موجود عندك بجرعة واحد من عشرة ميلي لكل كيلو الماكسيمم دوس بتاعتك اربعة ميلي جرام نديه ببطء لو اللورازيبام مش متاح عندك فانت هتدي الديازيبام اللي هو النيورنيل او الفاليوم بجرعة اثنين من عشرة ميلي لكل كيلو والماكسيمم دوس بتاعتك عشرين ميلي جرام برضو بتديه اي في سلولي ولو الاي في مش متاح في الوقت ده لأي سبب فانت ممكن تدي ريكتل لبوس شراجي من الديازيبام بجرعة نص ميلي جرام لكل كيلو العيان الحمد لله فك وتشنجات راحت هقولك تعمل ايه لكن لو التشنجات استمرت فبعد خمس دقايق ممكن ندي جرعة تانية من نفس الادوية سواء اللورازيبام لو موجود عندك او الديازيبام اللي هو النيوريل او الفاليوم لو بعد الجرعة التانية خمس دقايق والعيان لسه مفكش ومازال في تشنجات في الحالة دي ممكن ندي النوع التاني من الادوية زي مثلا الفنوتين او الاحصن منه دلوقتي فوسفنوتين لو الفوسفنوتين متاح عندك فانت هتدي بجرعة عشرين ميلي جرام لكل كيلو والجرعة القصوى بتاحتك واحد جرام بتدي اي في سلولي هو اكسر امانا من الفنوتين ولو العيان استمر في التشنجات بعد خمس دقايق اخرى ممكن ندي نص الجرعة دي كمان مرة اما الفوسفنوتين لو مش متاح عندك فانت ممكن تدي بقى العلاج المشهور اللي هو الفنوتين بنفس الجرعة تقريبا عشرين ميلي جرام لكل كيلو والماكسمن بتاحتك واحد جرام بس ببطء شديد لان الفنوتين ليه اعراض جانبية كتير شوية ممكن يعمل فنخلي بالنا بالذات في الفنوتين انه لازم يبقى هو كل الادوية بس الفنوتين بالذات لازم ببطء شديد ممكن لحد عشرين دقيقة وبرضو الفنوتين لو مجابش نتيجة في اول جرعة فاحنا ممكن ندي نص الجرعة دي بعد خمس دقايق اذا لم يستجيب العيان لو كل ده فشل البنزوديازيبينز مع الفنوتين او الفوسفنوتين فاحنا ممكن نزود النوع الثالث ثيرد لاين دراجز زي اشهرهم الفنوبربيتال واللي ممكن نديه بجرعة عشرين ميلي جرام لكل كيلو اي في برضو سلولي او في منه نوع جديد اسمه بنتوبربيتال ممكن نديه من نص الخمستاشر ميلي جرام بولاس بعد كده نديه من نص لعشرة ميلي جرام لكل كيلو في الساعة انفيوجن اسطولوريتد يعني زي ما العيان يتحمله طبعا فالملخص ان العيان لو جالك فيه تشنجات فانت بتستنى خمس دقيق وتراقب العيان وتحاول انه ما يقزيش نفسه لو هو نايم على سرير فانت ترفع جوانب السرير عشان ما يقعش لو فيه حاجة حوالين رقابته او لابس ندارات او حاجة نشيلها ونتديله اكسجين ونركب ونقسله البلوب جولوكوز ونحسب الوقت لو عد خمس دقيق ومازال بيتشنج فانت بتدي ديازبام او لورازيبام فات خمس دقيق اخرى ولسه بيتشنج فانت ممكن تدي جرعة تانية من الديازبام او لورازيبام فات خمس دقيق تانية ولسه بيتشنج هنزود النوع التاني اللي هو الفوسفونتوين او لو مش موجود هندي الفونتوين خمس دقيق تانية ممكن نبدي نص الجرعة كمان مرة بتاعة الفوسفونوتوين او الفونوتوين فات خمس دقيق ولسه بيتشنك فاحنا هنبدي النوع التالت اللي هو الفينوبربيتال او البنتوبربيتال جرعة البنزوديازيبينز اللي هي ديازيبام او اللورازيبام ممكن نكررها اكتر من مرة اذا لازم الامر لازم تخلي بالك ان معظم الادوية دي بتعمل رسبيراتوري ديبريشان وممكن تعمل كاردياك ديبريشان فانت لازم تبقى في مستشفى في مكان مجهز جنبك الديسي شوك وجنبك الامكانيات عشان لو حصل الريست في اي وقت تتعامل معاه وفي فيديو عن سي بي ار والريست تقدر تشوفه هسيب لك اللينك بتاعه تحت كمان لو انت شاكك في سبب تاني غير السرع يكون هو السبب في التشنجات فانت ممكن تبدأ علاجه مع علاج التشنجات اذا امكن يعني العيال لو هيبو جليسيم يعلق له جلوكوز لان ده ممكن يخفف العيان فورا العيان لو انت شاكك ان عنده منينجايتس ابدأ المضادات الحيوية فورا العيان لو عنده دي كي اي فانت ممكن تبدأ الفليوت فورا وهكذا ستروك شوف العيان عنده ايه بالزبط وحاول تبدأ علاجه بسرعة اذا امكن ما امكنش يبقى بعد ما توقف التشنجات ايه هي الفحوصات اللي مطلوبة للعيان اللي جايلك فيه تشنجات اذا كان العيان عنده صراع ومعروف انه عنده ابليبسي واهله عارفين وعرفت من التاريخ المرضي بتاعه انه عنده ابليبسي فغالبا العيان ده مش هيحتاج فحوصات اخرى لما نتحكم في التشنجات يرجع لطبيب المخ والاعصاب بتاعه اما لو ده عيان اول مرة يتشنج فلازم نعمله فحوصات زي مثلا البلوت جولوكوز ده اول حاجة وفورا واول ما يدخل لاستقبال سي بي سي وظائف كلا يوريا وكريات اي بي جي ولو ان ده يفضل بعض التشنجات ما توقف لانه هتبقى متغيرة كتير وفيه اسيدوزيز او الكالوزيز وقت التشنجات وبيبقى سببها التشنجات مش السبب الرئيسي فيفضل ان الاي بي جي بعد التشنجات ما توقف نعمل المعادن في الجسم صوديوم وبوتاسيوم والكالسيوم نعمل اختبار حمل لو دي سيدة في سن الحمل ممكن تعمل لو انت شاكك ان فيه مادة معينة هي اللي عاملاله التشنجات لو انت شاكك ان العيان عنده ستروك سواء جلطة او نزيف في المخ اعمله سي تي اشعة مقطعية على المخ طبعا الامر او يعتبر افضل شوية لكن مش متاح في كل الاماكن وبياخد وقت السي تي متاح وكويس جدا والعيان ده ممكن يحتاج تعمله لامبر بانتشار او بازل لسائل النخاع الشوكي وتحلله لو انت شاكك في مينجايتس او انكفالايتس زي عيان مثلا عنده ارتفاع درجة حرارة مستمر او عنده صداع شديد بعد تشنجات ما وقفت فانت ممكن تعمله العيان ده بعد تشنجات ما تقف ممكن تعمله رسم قلب هيبين لك حاجات كتير والعيان ده ممكن يحتاج بعد كده او رسم مخ لكن ده في الغالب هيكون مع دكتور المخ والاعصاب بتاعه بعد كده كل الفحوصات اللي انا قلتها دي عشان تحاول توصل للسبب اللي عمله تشنجات فانت اي سبب تشك فيه اعمل الفحوصات بتاعته والعيان ده لو هو معروف ان عنده صرع وبياخد ادوية للصرع لكن بطلها وكان ده السبب ان يحصل له تشنجات جديدة فممكن يبدأ فورا انه ياخد الادوية بتاعته مرة اخرى وهو في الاستقبال عندك وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم